اخبار اليوم القاهرة من الولايات المتحدة بعد رحلة استغرقت 14 ساعة وتتميز الطائرات الجديدة بامكانات قتالية متقدمة وبقدرة عالية على القيام بمهام استطلاعية وتنفيذ هجمات جوية ارضية وكذل اشتباك مع الاهداف الجوية تضمنت مراسم الاحتفال عرضا لاحدث الانظمة القتالية والاسلحة ومعدات الطيران التي زودت بها الطائرات الجديدة وما تمثله من دعم لمنظومة الكفاءة القتالية داخل التشكيلات الجوية بالاضافة الى قيام الولايات المتحدة بتقديم الدعم الفني والصيانة وتدريب الطيارين والاطقم الارضية العاملة عليها وتعليقا على وصول المقاتلات الجديدة اكد السفيل الامريكي روبرت بيكروفت ان تسليم الطائرات F-16 الجديدة تمثل خطوة للامام للتعاون الامريكي المصري في محاربة الارهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من جانبه اكد الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية ان مقاتل القوات الجوية ينفذون بكل شجاعة واقتدار العديد من المهام غير المسبوقة خلال حربهم على الارهاب وتأمين الحدود وحماية ركائز الامن القومي المصري على كافة الاتجاهات واشهد بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة الامريكية مؤكدا ان الطائرات الجديدة تمثل اضافة جديدة لقدرة التشكيلات الجوية على تنفيذ جميع المهام التي تسند اليهم تحت مختلف الظروف ولتظل القوات الجوية المصرية قوية وقادرة على الدفاع عن امن مصر واستقرار شعبها العظيم حضر مراسم الاحتفال عدد من اعضاء السفارة الامريكية ومكتب التعاون العسكري بالقاهرة